اللي بيشاركك في الأفكار دي بالزبط يمكن صديق عمرك الراحل خالد صالح خالد صالح كيف؟ دايماً كنا نقول الخالدين بالزبط نفس الطريقة دي على فكرة فيه صديق لها كمان من مهم وخالد أيضاً وعشان لما نكلمنا عن صديق خالد النبوي وده من أحسن الناس اللي ممكن تابليها في حياتك بس احنا شكولنا نتكلم في الوقت ده يعني رجوعاً على ده إنما من أجدع وأصدق الناس اللي ممكن الواحد يقابلها إنسانياً مفنياً إيه اللي بيميز خالد النبوي إنسانياً؟ فنياً إحنا عارفنا لا لا إنسانياً هقولك على حاجة بسيطة جداً في المغرب كنا مع بعض ومكنش نسى صحاب قوي فعايزوا مش لقيهم فروح تبقيتك ورسالة قعدتك أتصل بيه كتير مش عارفة لقيم قولت بقى كلنا هيسين وكانت كل نجوم مع بعض أول ما كانت له محتاج لك ظهر في ثلاث سواني بس بس محتاج لك أنا عارف إنه هو أراوند بس مش عارف لقيه محتاج لك دي كأنه كأنه ممكن في إيمالك عايز إيه كده موقف تاني مش هقوله بالتفاصيل قوي عشان هو موقف صحب شوية إنما عشان بس اللبيب بالإشارة يفهموا عشان حكمان لو في أطفال بيسمعهم مش يعني خلونا في البلاس إيه تين يعني اتحطينا في موقف أي حد مننا تاني كان هينبسط قوي بيه موقف في بلد ما في حتة ما مليئة بالملازات اللي مش مناسبة ومش مناسبة لإن فيها أساسا أنا وهو في ثانية كنا مش موجودين لا خالف اختفينا إيه ده إيه اللي إحنا ده أنا شايف إنه في حاجة مش طبيعية اللي أنا شايف كده برضه في ثلاث سوايا وخلعت على طول بالغير تفكير رغم يعني ناس تانية ممكن تحب ده قوي الثمانية آخر أعمالك اللي هيتعرض يمكن بعد خلاص أقل من ساعة النهار ده إن شاء الله الساعة 11 تماما 11 هيتعرض دعوتكم هروقكم طب احكيلي على ثمانية يا ثمانية بصي هو موضوع فيه قدر من الخيال شوية بس مش خيال فانتازي يعني يعني حنافترض افترض إنه في زي الانتربول بس مش الانتربول بالضب فيه مؤسسة إقليمية دولية بتتعقب الجرائم اللي منه معين جرائم المتعددة الأماكن يعني بيعمل جريبة في مصر وفي المغرب وفي فرنسا وفي بتاعه ففيه موليس إقليمي أو بيتتبع ده وأنا رجل عصابات بونجرم وعندي أغلى ما في حياتي حيوقعني في اللي تلين مع بعض حيوقعني في الإصابات نفسها وهيوقعني في الموليس سواء المحلي أو الإقليمي ده حاجة حفقده أو حد حفقده هو مو ناصر المنشاوي ناصر المنشاوي هنشوف ناصر المنشاوي ناصر المنشاوي رجل عصابات تاجر أغزاء ومشروبات ده المعلن ومن جوه بقى بس الإصابات دي مش إصابات كده دك دك وبس دي كالت دي نوع من الإصابات اللي لها زي عقيدة زعبة الشيطان زي الحاجات المريبة الغريبة دي إخراج أحمد متحت إخراج أحمد متحت فأحسن حالاته وهو أصلا جامد جدا بس في أروح حالات أنا عارف أحمد متحت كان زميل لك من زمان طبعا 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 قبل النائل كنا بنقضي على سلالم كلنا مع بعض ودي أيام طبعا لازم لما نذكرها نذكر الأستاذ حسن حامد أستاذنا وأبونا وأبو الجيل بتاعنا كله ربنا يا رب يدي له الصحة يا رب طبعا علامة كبيرة في عالم الإعلام ده يعني شخصية دمرة واحد في شخصية تاني يعني في حياتي أنا مهم ده أفضل عشان لهم الفضل على رأسي طول عمر أستاذ حسن حامد ودكتورة هودة وصف طبعا هو ده وصف والمسرح طبعا المهم اللي عملتوه مع بعض تأليف الثمانية تأليف التأليف المستشار تورك الشيخ جميل جيد حلو يعني هنشوف واضح إن إحنا هنشوف عمل مهم جدا بدءا من النهاردة ألف مبروك أشكري وأنا سعيدة جدا النهاردة أنا كنت موجودة معك النهاردة أنا اللي موجود معكم ومبسوط جدا بضيفتكم وترحبكم جاو ويا رب أكون وفقت يعني في حواري معك لأنه كنت محتاجة أعتقد وقت أطول علشان أطلع كل الأعباط اللي عند خالد الساوي أنت دايما موفقة الحمد لله ومصرف لك تمام من زمان الحمد لله ربنا يا خليك نشهد مهمة الحمد لله عشان أنت دايما قلبك حلوة واتباغك حلوة وربنا يوفقك دايما ربنا يا خليك أشكرك خالد الساوي نورتني اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة